بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان الاسرائيلي المستمرة حتى هذه اللحظة وضمن الرد على العدوان الامريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة تجارية امريكية كانت متجهة الى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بعدة صواريخ بحرية مناسبة اصابتها بشكل مباشر ان هذه العملية تأتي بعد ساعات فقط من استهداف القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية للمدمرة الامريكية يو اس اس قريفلي بعدة صواريخ بحرية في البحر الاحمر وكانت الاصابة مباشرة ودقيقة بفضل الله ان القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تقديم الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وذلك بمنع الملاحة الاسرائيلية او المتجهة الى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الاحمر والعربي حتى وقف العدوان وادخال الغذاء والدواء للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ان القوات المسلحة اليمنية ستواجه التصعيد الامريكي البريطاني بالتصعيد ولن تتردد في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ونوعية ردا على اي حماقة بريطانية امريكية ضد اليمن العزيز وتؤكد كذلك ان كافة السفن الامريكية والبريطانية في البحرين الاحمر والعربي هي اهداف مشروعة للقوات المسلحة اليمنية طالما استمر العدوان الامريكي البريطاني على بلدنا والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا والنصر لليمن ولكل احرار الامة صنعاء عشرين من رجب الف واربعمائة وخمسة واربعين للهجرة الموافق للحادي والتلاثين من يناير الفين واربعة وعشرين صادرون عن القوات المسلحة اليمنية